اشتركوا في القناة المرض يصيب طويرات في الأرجل وفي العين يعني يكون في الأرجل وكيكون واحد انتفاخ في بعض مناطق الأرجل وكذلك انتفاخ في العين ولكن الإخوان انتفاخات التي تكون في العين تبقى في الأرجل تبقى تتأكل كيف تبقى لكم هنا في الصورة حتى يتم البطر الإسبع أو الأرجل كاملة يعني ممكن باش هذا المرض يتم الإزالة لها ديك الأرجل لها دك الطائرة الإخوان هادشي علاش غاد نحاولوا إن شاء الله باش نناقشوا هذا موضوع أغلبية دي الإخوان كيسولوا لهذا موضوع بالضبط يعني انتفاخ في الأرجل كتبقى تتأكل لديك الأرجل كيف يبقى لكم في الصورة غاد نخلي لكم هذه الصور توضيحية باش عرفوا يعني النوع المرض أو المشكيل اشنا هو الإخوان غاد نحاولوا إن شاء الله باش نناقشوا الأسباب ديالوغمين يعني ممكن يتصابوا طوائرات ديالك بهذا المرض وكذلك قد نحاولوا إن شاء الله باش نخليوا العلاج ديالوغمين اللي ممكن نتخدميه باش طوائرات ديالك موضوع ليمتشي مشكيل ويبقوا مزيان المهمة إخوان يعني أول حاجة خصنا نعرفوا على هذا المرض وهي واحد الحبوب كيف كتبها لكم يعني انتفاخ في الأرجل وفين كتنفخ هذا الأرجل الإخوان البلايس ديال التنيات يعني كيف كتبها لكم الأرجل كتكون من تحت الإصبع الصورة توضيحية تحت الإصبع الإخوان كيكونوا واحد الحيمات وكذلك في المرفق في المرفق ديال الرجل ديالو يعني من كتتتنا الأرجل ديال الطوائرات ديالنا هنا كيكون واحد شوية يعني آآ بلاصة لفى شوية ديال الحم أو آآ كتكون عريانة ما فاليا ريش لواله هذا البلايس الإخوان هم اللي كيكونوا متعرضين هاد الموشكيل بالضرب وكتنتافخ آآ يعني كتنتافخ المكان ديالهم كيبقى كيتنفخ شوية كيبدأ كيتآكل كتبدأ في واحد بكتيريا وكي يعني كيتتم الإزالة أما يعني لما تداواش ولما تآ يعني ما تعقمش أولا تعالج هادك الموشكيل راه كيتم الإزالة ديال الأرجل ديالذك الطائر ولا الإصبع أو المكان اللي في هادك الموشكيل راه كي ممكن باش يحيد لنا هادك الأرجل للإخوان يعني مشكل اللي كيكون صعيب شوية كذلك الانتفاخ اللي كيكون في العين ممكن باش كي أدي الوفاة ديال الطائر كيبقى يعني كي يبقى ليه تآكل ما بين العين وبين الجمجومة دياله أو الأدن دياله بحالة الصورة الإخوان كيف كي يبقى ليكم هنايا وكي تبقى كتنفخ شوية كتتعفن شوية كتبدا يعني كتلجهب وكيموج هادك الطائر ولا كتدير لنقش مشكل اللي كي يبقى في هادك الطائر ما كنبغيوش هنايا مهم الإخوان يعني كيف كي يبقى ليكم مضمارات أسباب دياله الإخوان غدا نبدأوا بالأسباب دياله ومن الأولين وغدا نحاولوا إن شاء الله باش نعطيه العلاج دياله أول حاجة الإخوان لأول سبب في هاد الأسباب اللي كي يخلي الطويرات ديالنا يتصابوا بهذا المشكل كيف قلنا بالأخص في الأرجل ديالهم والعين ديالهم غدا نحاولوا إن شاء الله كيفاش كيتصابوا في الأرجل ديالهم أول حاجة وهي نطوياج للأرضية الإخوان الطابية والأرضية التي يكونون في الطويراش للأقفاض ولا إلا كنت طالقهم في مسرح بحلقك المهم الإخوان يعني باختصار أنا طالقهم هنا في المسرح يوميا يوميا طابية كنت نطوياج يوميا أنتم مرة التغذية حاطفها الإخوان يعني الحبوب كانت تلقى في الأرضية لماذا؟ ولا حقا الأرض ينضيفها نحاول يوميا فيما ندخل أول حاجة كنت ندير هي الطابية نطوياج ديالها ضروري طابية الطائر فاش يكون فيها تعفون طابية ولا الأرضية للأقفاض يبقى كيعفط على هذا ويعمر بوراز جوية هذا البوراز كي يقولي بكتيريا والبكتيريا كتشد في هذه الحيمات اللي عنده كيف نقوله حنا وعنده غر الريش هذا كيلقوا هذا المكان لي ما فيش الريش كتستغلي هذه الفرصة وكتكاتر ليه في هذه البليس بالضبط الإخوان وكتصيب بوحد تعفون وحد تعفون شوية كيبدأ يعني المكان ديالهم هذه البكتيريا كتتأكل تأكل من هذا عفوان كتبدا كتتكاتر وكتبدا كتتأكل من هذه الحيمات أو لها هذا المكان ديال هذا الطوير وكتبقى يعني الرجل دياله كتنفخ وكذلك كتبدا كتتأكل أو لها كتبدا كيبدأ كيياكل منها حتى كيتم البطرة ديال هذه الرجل هذه الإخوان يعني بكتيريا اللي كتكون كتتنقل من الأقفاز الإخوان مباشرة الإخوان لاحظتها ومن ضمن تجريبا تفكيباليكم البيت ديال طويرات كان كبير فشكنا كونهم ديالهم مستيباري حاولوا تحاول شني ولا باش كتدخل على الدم وديجا يعني شفتها مباشرة تقرش القرصات يعني مصت لواحد طائر من الدم دياله ولا في هذه المشكلة الإخوان يعني انتفاخ في المكان اللي تمص منه وبدأت في بكتيريا حتى تم العلاج دياله عدو اللي مزياد كذلك يعني في البيت ولا المكان لأخر الإخوان في طويرات أخرين جا قريب حدوضوا شوية حدوضوا بولا ديال يعني دير الشارع وكتكون شني ولا تما كذلك لقينا هذا المشكل هذا هذا الشيء نقول للإخوان يعني في يامات الأولى لقينا هذا المشكل بحالة تشكل هذا بدأت كي تآكلوا ليوم ولا بدأوا مشاكل في الأقدام بدأوا مشاكل من جهة العين من اللي جينا نقلبه ونشوفه أشنا هم المشاكل القيناة بأنه شني ولا كذلك كتدي ردموش كي للإخوان لحقاش ناقل البكتيريا والبكتيريا ما كيتقبلهاش طوير وإلا لاحظتوا الإخوان كيف قلنا ركا تمشي غل ريس اللي علينا كيف كيبال لكم الطائر معنداش مني غدا تمصلي الدم دياله إلا منحدى العين دياله أو المنقار أو الأرجل دياله الأرجل يعني منحدى الصاقة الإخوان ملجحت ومن الرجل دياله يعني من هذه البلايسات اللي كيكونوا فيهم وحد الحيمات صغيرة هذا البلايس ضروري كيكون يديروا تعفون ولا كي يديروا مشاكل يعني ضروري ناخد الحيطة والحضار من هذه الحويجات الإخوان يعني إلا كنت كان عندك كتبال لك أنا شني ولا كدخل مكان ديالطويرات ضروري باش تحيدها ولا تدير لأشي حاجة ولا تقشلها كيف كنقوله كذلك الطابية الإخوان يعني نطويج الطابية ضروري الإخوان بالأخص لكانت الكدرة ولا لكان مجموعة بحلات الشكلات وكانوا مجموعي هنا ضروري الإخوان من الطابية بشكل يومي ولا إلا تعطلتي ثلاثة أيام الإخوان باش ما تجمعش البكتيريا والمشكل الأساسي باش كتنقل ولا باش كتنفخ لهم العين ولا جيت القمقومة الإخوان السبب بسيطة الإخوان وهذا السبب هو بغايت قال الإخوان يعني ركزوا مع هذه الحالة هذه وهي يعني تيج الإخوان تيج أو العصاء أو البلاسة الوقافة التي يوقفوا على الطويرات كيف كتبها لكم يعني تيج التي يوقفوا على الطويرات هنا الإخوان أنتم إلا لاحظتم جميع الطيور فاش كتم التغذية دياله ولا كتكون كتاكل فس كتسالي التغذية دياله كتمسح القمقوم دياله ولا المنقار دياله في تيج أو في الوكالة هذه أغلبية الإخوان حنة يعني مع المدة الطويلة التي دوزنا مع الطويرات هو هذا ركتولي تشوف السلوكيات مش الخبرة ولكن السلوكيات يعني كتتركز تشوف الطويرات كيديرو مع المعاشرة ديالهم اللي طويلة ركتولي تشوف حتى الحركة ديالهم كتعرف ما كيديرو هنا الإخوان كيبليكم طويرات ضروري إلا ركزوا معهم كيبليك الطائر كيحبك المنقار دياله أما في البلاطة اللي واقف فيها أما في شكسال التغذية أم لا في تيج هنا الإخوان أصعب حويج هما الإخوان اللي كيكونوا مديرين العودة الإخوان العود بحالات شكل هذه هذي ركيف كان بولو كنخدم بها شهر وغدي تتحيي يعني ما غدي نحتاج باش نطوية مواله شجرة غدي نحاول باش يخدم بها ديال الطق باش يولي يفصحها جيدة ويجقات لقد نحاول نحايدها ولكن في بعض الإخوان هذا المسالح الكبار يديرون لهم العود يعني يديرون هذا الشيجات للعود هذا الشيجات الإخوان للعود هو مالك ينقلوا البكشيريا يعني الطاعر فاش يأكل ويحك للمنقار دياله هنا كيف كيف لكم شوفوا البوراز كيكونوا بكشيريا كتكون البوراز هنا ميجا بكشيريا كل شي كتعود مالك يحكوه ويحكوه يحكوه ما هو الإخوان وهو المنقار والعين يعني يتسرب هذا البكشيريا يتسرب ويتنتفخ للعين كيف كتبه لكم نفس الصورة وممكن لكي تدير لي شي مشكلة التي يكون قاتل للإخوان يعني مرة 15 يوم مرة في شهر أغلب يدي الإخوان يغفلوا على دحويجات وهو التيجات سيتيج ويعود غسله ويعود رده لحق هو ناقل المشاكيل كاملة على أشرة كيف كنقوله من اللي يكمل التغذية وهي اليد يعني كيف كنقوله نحن كتوصل ليد ولي تمسح ليد هم اليد هو الذي يوقف عليه ولمكان الذي يوقف عليه يعني يمسح المنقار كل وجبة للتغذية يمسح المنقار ويتم الوقف يعني يوقف عليه إذا كانت مشكلة تمة في أو يعني في البوراز بزيف يعني في البوراز راه كتنقل هذا المشكل وكتنقل هذا الممرض الإخوان ديال انتفاخ الأرجل وانتفاخ العين يعني هذه المشاكيل معروفة يعني الإخوان يأخذوا مننا الحيطة والحضار أغلبيا لا يركزوش مع التجاج ولكن الإخوان راه هذا الممرض سبب ديالو التجاج وكذلك شني ولا وطبق إذا ركز لا تتحويجج ما تشوف هذا الممرض يعني ما تشي يكون عندك العلاج الإخوان هو التعقيم يعني فاشغل لقاو المشكلة هذا الإخوان سنحاول نشط طوير نشط للأرجل للعين ونحاول نعقمه مزياني إذا كانوا في الأرجل سنحاول نخدم بلان كول سنحاول نعقم لأرجل حتى المدة الخمس يام سبع عيار فاشغل سنحاول ندهن بوحد شوية البومادة صفراء الإخوان يعني البومادة صفراء للعين سنحاول نحاول لك صورة توضيحية هذا الذي كتبه لكم الإخوان هذه البومادة دائما يعني إذا كانت في العين ستحاول لك تدير له شوية خلط كيف العرخ سيحرق في العين و ستحاول تدير خلط خلط من فوق تعقم به وتدير تدير البومادة هذا البومادة الصفراء لا تشمي يعني ضروري إذا كانت عندك الوقت تحاول تشمي هذا طوير الوقت الكافي لك يحارب البكتيريا والتعقيم الإخوان يعني التعقيم للانكول أو خلط شفاح لأرجول له وتعاود من تعقمه تحاول تدير كيف قلنا تدير البومادة الصفراء المدة 5-7 أيام يعني سيكون جيد ويرجع للحلقة الطبيعة ولكن الإخوان ردوا لنا مع التشيجات ومع الطابية ومع الحشرات الماصل الدماء وهي ما أولئ الإخوان المهم الله يسر لكم ومع جميع هذا كان موضوع يسأل لأخوان وفي تساؤل جزاف ومع نحن حاول نحط تجربة شخصية على هذا المرض الذي رأينا دوزنا مع الطويرات وقلبنا منين ولكن عرفنا منين ورأي كيف يسأل إخوان هذا المرض متنقل كيف تعرف إلى جرح الطائر سيبدأ نزيف إلى جرح الطائر ونقط دم فوق التيجة أو في الأرضية وعفط طائر وإن خر سيتنقل هذا المرض يعني إذا تصاب غير واحد بهذا سيب طويرات التي ينتمك يعني هذا المرض متنقل لحق طوفيليات وبكتيرية التي تكون في الأقدم وفي الأرجل ويبدأ التكاتر ويبدأ تتم بالبطرة كيف نقول بالأرجل ولا بالعين المهم الله يسر لكم والله يسر جميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر